عشان كده من أهم الأصول اللي لازم نعلمها لأولادنا إن أقدار الله سبحانه وتعالى بتنزل بلطف بلطف على كل العبيد إحنا بنتعب لما بنعيش قدر مش بتاعنا اللي جنبنا نازل عليه القدر ولكنه نازل مغلف بلطف بغلاف اللطف إحنا لما بنعيش قدر مش بتاعنا بيكون من غير هذا اللطف الرباني اللي منزله على هذا الشخص وبالتالي لا تحمل لأن الله سبحانه وتعالى علمنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولذلك تلاقي أهلنا في غزة أهلنا في فلسطين بالرغم مما هم فيه إلا إنهم مازالوا صامدين بيقوم بقوة وقلوبنا معهم وكل جهودنا معهم عشان يفضلوا صامدين زي جزور السبتة والرسخة زي جزور الشجر زي جزور شجر الزيتون راكس في الأرض وراسخ في الأرض عشان كده مهم من رب أولادنا على الفرق ما بين حاجتين ما بين التعاطف وما بين التوجع الموصل للجزع وساعات التوجع الموصل لموت الأحاسيس وموت القدرة على العيش في قلوب أولادنا التعاطف فيه إحساس بالغير مقترن بعمل نافع زي النجدة وتقديم الدعم والمساعدة وتقدير كل ما يحافظ على حياة إخواننا في غزة من إسعافات وكل وعلاج ومستشفيات ميدانية كل ده لكن إن جزع مؤذي بيدر صحبه بس وما ينفعش اللي حواليه فالأولى من إننا نصير مشاعر الألم والوجع اللي بتعجزنا واللي تفضل تزداد كل ما بنشوف المشاهد دي إن إحنا نخلي أولادنا يتعلموا عمل كويس إن هم يرصدوا كل ده وينشروه في العالم عشان العالم كله يعرف الجريمة التي تمارس لابد إن إحنا نستثمر الوقت اللي إحنا بنعيش ده في إنه يكون عندنا وعي بالقضية ونرشل الوعي الصحيح إننا نتطوع ونتبرع عشان نساعد إخواننا وكتير جدا من المدارس المصرية كان لها مبادرات في نشر الوعي بالقضية بين طلبها بشكل بديع وتقديم المساعدات واتفضل المجتمع المدني مع الدولة بيقوموا بدورهم الكبير جدا 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 سواء بقى التحالف الوطني أو غيره بيقوموا بدور كبير جدا 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 في دعم إخواننا عشان يفضلوا متمسكين بالقضية ده حاجة تخلينا نبقى مش هقول فرحانين لكن حسين بدورنا وحسين بوجودنا وحسين باللي منعمله ولذلك المحافظة على اتزاننا النفسي في الأوقات الصعبة دي مهم جدا يا سادة الاتزان مش أنانية ولا مبلاء تعالوا نقف شوية مع المعنى ده الاتزان يا سيدي مش نوع من أنواع برود الدم الاتزان مش نوع من أنواع العروب الاتزان يا سيدي مش نوع من أنواع بيع أي حاجة الاتزان هو اللي بيخليك تكمل المشوار بنعمة الرحمن فالذلك أنت لازم تحافظ على اتزانك وجزء من الاتزان أن أنت لما بتتوجع لما بتتقلم هذا الوجع وهذا الأمل وهذا الألم لابد يتحول إلى أمل في نصرة القضية وكمان الخروج من هذه الحالة الردية اللي أتخلنا فيها طمع وناس في حياة ناس وفي أرض ناس لم يفعلوا شيئا إلا أنهم يقولوا ربنا الله لا يفعلون أي شيء نوع من أنواع الإجرام الممنهج الذي يمثل جريمة منظمة تجاع شهب لا يريد إلا العيش العيش بسلام لا يريد إلا العيش مهما كان هو بيعاني هو لا يريد إلا أن يعيش عيشة إنسانية محترمة يحافظ فيها على كرامة الإنسان وحقوقه وعشان جدا من الأشياء اللي بتوصل بتوصل الإنسان للجزع أنه يستهلك نفسه في التعبير عن التوجع فيستنفذ طاقته للعمل اللي هو مفروض يأديه هو كان عنده شوية طاقة فالطاقة كلها خرجها في السريخ والوجع وينسى إنه عليه دور في التأييد ودور في الدعم إلا يخليه قدمه ويخليه يساعد إخوانه المستضعفين وإخوانه المظلومين وإخوانه المتعدة عليهم واتجاه المحتل الغاصب يكل التطاقة خلاص راحت في الوجع ترجمة نانسي قنقر